من جديد يعود النفط الليبي إلى واجهة الأحداث في البلاد فكثيرا ما وظف هذا المورد الاستراتيجي الذي يعتبر شريان الاقتصاد الليبي كورقة ضغط ترفعها جهات وتنزلها أخرى حسب الحاجة إليها وزارة النفط الليبية كانت واضحة في تعاطيها مع إغلاق ثلاثة من أكبر الحقول النفطية في البلاد فيما قيل إنه رد على اختطاف وزير مالية سابق تدعو الوزارة إلى ضرورة الحرس قبل كل شيء على استمرار إنتاج النفط وحسن تسويقه وحفظه مصانا كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط كما تدعو الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية وزارة النفط الليبية لوحت بالعودة إلى فرض قانون القوة القاهرة حال استمرار الإغلاقات في كل من حقول الشرارة والفيل ومئة وثمانية تعلمنا من سابق الإقفالات أن من بعض هذه العواقب والأضرار والأخطار احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا وحالة القوة القاهرة هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب عن عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية ويبقى الأكيد أن استمرار توظيف النفط كسلاح لتحقيق مآرب سياسية لطرف على حساب آخر في ليبيا سيطيل من عمر الأزمة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر